بكم متتبعي قناة تعلم والسفيد في هذه التطبيقات الخاصة بدعم دروس الإملاء إذن نبدأ بالنشاط الأول أرسم التاء في الكلمات الآتية إذن لدينا كورة إذن هنا التاء ستكتب مربوطة لماذا أولا لأنها مسبوقة بفتحة هذه اللي عندنا فقرة وأيضا يصح الوقوف عليها هاء يمكن أن نقول كورة إذن يصح الوقوف عليها هاء ومسبوقة بفتحة ستكتب مربوطة ثم هنا لدينا كراسات إذن هذا الجمع مؤنث سالم كراسات ينتهي بألف وتاء مبسوطة دائما لذلك فالتاء فيه تكتب مبسوطة ثم لاعبة إذن لاعبة تاء ستكتب مربوطة بحالها بحال كورة لماذا لأنها مسبوقة بفتحة ويصح الوقوف عليها هاء يمكن أن نقول لاعبة ثم شبكات إذن شبكات مثلها مثل كراسات هذا الجمع مؤنث سالم ودائما تكتب فيه التاء مبسوطة ثم رياضية إذن رياضية مثلها مثل كورة أو لاعبة مسبوقة بفتحة ويصح الوقوف عليها هاء ثم متسابقات إذن هنا جمع مؤنث سالم دائما تكتب فيه التاء مبسوطة النشاط الثاني الذين أحيط همزة الوصل بخط مغلق وهمزة القطع بخطين مغلقين فيما يأتي إذن همزة الوصل اللعبات لحظه همزة الوصل طبعا هي التي تكون بحال هاكو وهمزة القطع هي التي تكون بحال هاكو عند هذه الهمزة إذن هذا نشاط سهل لدينا اللعبات إذن هذا الهمزة هنا فهي همزة الوصل سنحيطها بخط مغلق واحد المتسابقة لحظه أيضا حتى هنا عنا همزة وصل خط مغلق واحد أعلام إذن هنا الهمزة فهي همزة قطع سنحيطها بخطين مغلقين هكذا الفوز همزة وصل خط مغلق واحد أساد إذن هذه همزة قطع سنحيطها بخطين مغلقين فأس إذن هذه همزة قطع أكل نفس الشيء همزة قطع اعتماد هذه همزة وصل خط مغلق واحد وأمل همزة قطع سنحيطها بخطين مغلقين هكذا النشاط الثالث أكتب كلمة ابن حسب موقعها في الجملة إذن هنا لدينا ابن بطوط رحالة مغربي إذن هنا سنكتبها مثبتة الهمزة إذن ابن بطوط هكذا لماذا لأنها جاءت في بداية الكلام دائما ابن عندما تأتي في بداية الكلام فهي تكتب بهمزة مثبتة ثم هنا يعتني ابن أخي يعتني ابن أخي بالتداريب الرياضي إذن هنا علش كتبناها بالهمزة لماذا لأنها لم تقع بين علمين مذكرين متصلين ولا بعد نداء ولا بعد همزة لاستفهام لذلك ستكتب هكذا ثم سلمت على ابن أحمد جارنا إذن نفس الشيء هنا لم تقع بين علمين مذكرين متصلين ولا بعد نداء ولا بعد همزة لاستفهام إذن ستكتب مثبتة الهمزة ثم لدينا أيضا النشاط الرابع لدينا أحيط همزة القطع المتوسطة فيما يأتي إذن همزة القطع المتوسطة مثلا مسألة عندنا هذه الهمزة متوسطة وهي همزة قطع إذن سنحيطها هكذا ثم أيضا إذن غرق زفا قطع على همزة القطع التي تكتب على الأليف إذن داءوا هنا عندنا همزة متوسطة ولكن همزة على الواو إذن ما غناخدوها شبعي لإعتبار رأس همزة متوسطة على الأليف سنحيطها مرآت إذن مرآت هنا يفع عندنا همزة قطع ولكن همزة قطع زائد عندنا المد ديالهمزة القطع عندنا بحلها قطع إذن هذه ما نعتبرهاش همزة قطع لدينا وسائل إذن همزة متوسطة على الياء مئذانة النفس مائدة لدينا أكل إذن هنا أكل فهي همزة قطع ولكنها ليست متوسطة بل هي في بداية الكلمة ثم رئة عندنا همزة على الياء متوسطة على الياء ما ناخدوها شبعين الاعتبار إذن ناخدوه فقط مسألة ورأس خامسا أكتب همزة القطع في الكلمات الآتية إذن في هذا التمرين كان من الأحسن يقول أنه أكتب الهمزة المتطرفة في الكلمات الآتية لأن هذه الهمزة كاملين فهي جاءت في نهاية الكلمة أو في آخر الكلمة إذن لآلئ هنا سنكتبها على الياء لماذا؟ لأنها مسبوقة بكسرة ثم بناء سنكتبها على السطر لأنها مسبوقة بسكون شيء كذلك على السطر مسبوقة بسكون ينشئ إذن ينشئ هنا سنكتبها على الياء لأنها مسبوقة بكسرة ثم يضيء ستكتب على السطر لأنها مسبوقة بسكون ميت هو الياء ملأ أو ملأ أو ملأ إذن سنكتبها على السطر لأنها مصبقة بسكون وجزء كذلك على السطر لأنها مصبقة بسكون حي كذلك ثم النشاط السادس إذن لدينا أنجز السؤال تبعا للمثال إذن تمرين هدفه هو متعلق بكتابة ما الاستفهامية إذن مثلا لدينا هنا فيما تتأمل إذن لاحظوا أن في حرف جر وما تتأمل إذن هنا تحدث ألف ما الاستفهامية فتصبح هكذا فيما نفس الشيء هنا من ما يتكون الفارق إذن هنا ستصبح مما بحتنن هنا ستحدث لأنها سيقع إضغام ثم ألف ما ستحدث كذلك وستصبح فقط هكذا مما هكذا مما يتكون الفريق هكذا ثم هنا عنا ب وما يتم انتصار المتنافسين إذن ستصبح هكذا بما بما يتم انتصار المتنافسين لا تتغير كملوا هكذا ثم عن ما تناقشت اللاعبتان إذن هنا عما ستحدث النون هنا أيضا عما ستصبح هكذا عما تناقشت اللاعبتان ونضع علامة للصفاء سابعا أملأ الفراغ بالألف اللينة المناسبة في الأفعال الآتية إذن لدينا هنا على ستكتب الألف ممدودة لماذا لأن أصلها في المضارع ثم ساعة ساعة هنا سنكتبها مقصورة لماذا في المضارع ستصبح ساعة يسعق ثم جانا يجني أيضا مقصورة لأن أصلها في المضارع نما ينمو إذن هنا سنكتبها ممدودة حيث في المضارع ستنقلب إلى واو ثم اهتدى إذن هنا هذا فعل غير ثلاثي الهمز أو الألف اللينة هنا غير مسبوقة بياء إذن ستكتب مقصورة ثم رواق إذن روايا روي إذن هذا فعل ثلاثي أصل الألف ياء في المضارع إذن ستكتب مقصورة ثم بدا بدا يبدو إذن أصلها في المضارع واو إذن ستكتب ممدودة ثامنا أملأ الفراغ بالألف اللينة المناسبة في الأسماء الآتية إذن لدينا المسعى إذن هذا اسم غير ثلاثي الألف اللينة هنا مسبوقة بفتحة إذن ستكتب مقصورة المعافى نفس الشيء اسم غير ثلاثي وهنا الألف المقصورة مسبوقة بفتحة إذن ستكتب مقصورة الدنيا هنا مسبوقة بياء إذن هنا ستكتب ممدودة ذكرى إذن الذكرى هنا مسبوقة فقط بفتحة أو غير مسبوقة بياء إذن ستكتب مقصورة العليا إذن هنا مسبوقة بياء إذن ستكتب ممدودة الفتاء الفتاة إذن هذا اسم ثلاثي فتاة فتاة فتياني إذن أصلها في الموت النهنية ياء إذن ستكتب مقصورة ثم التمرين التاسع أحيط الكلمات التي خالف نطقها رسمها إذن هذا إذن هذه خالف نطقها رسمها بحيث أنه واحد المد من بعد لها إذن سنحيطها هذه إذن نفس الشيء خالف نطقها رسمها إذن هذه عندنا واحد الألف هنا تنطق ولا تكتب لها إذن هذه لم يخالف نطقها رسمها هؤلاء إذن هذه كين واحد الألف من بعد لها ينطق ولا يكتب المرمى لا ذلك إذن هذه خالف نطقها رسمها عمر أو عمر كذلك هذه الواو زائدة إذن هذه أيضا خالف نطقها رسمها لكن إذن هنا خالف نطقها رسمها حيث أنه واحد الألف من بعد لم كنزيده عند النطق داود إذن هنا حدف الواو في داود وذاكا إذن هذه لم يخالف نطقها رسمها إذن هذا كل ما يتعلق بهذه التمارين